انا الحقيقة محمل ببرقية شكر من وزير المالية الدكتور محمد معيد للشعب المصري سيادة الوزير معيد بيشكركم يا جماعة بيشكركم واحد واحد واحدة واحدة بيشكركم على مجهودكم وعلى صبركم وعلى تعبكم وعلى تحملكم مش هيصفلكوا علاوة ومش هيزود مرتبات الحقيقة وبعد ما شكركم وكلكم بيطالبكم ان انتوا تصبروا لازم تصبروا لانه اللي جاي واضح انه هو اسوأ من اللي فات تعالوا نشوف مع بعض رسائل محمد معيد للشعب المصري معيد يشكر الشعب ويطالبه بمزيد من الصبر على القيادة في ملف الاقتصاد يعني اسبروا على القيادة شوية لان هي بتقود الاقتصاد بطريقة مش ولا بود يعني فيه توقعات من انخفاض نمو الاقتصاد المصري انخفاض في عائلات الاقتصاد من الطاقة والسياحة وقناة السويس وفي معاناة في القطاع الخاص بسبب تدخلات الجيش في الاقتصاد عن دول الثلاث حاجات اللي ماشيين بالتوازي مع تصريحات الحج محمد معيد وزير المالية هو قدام حضراتكو في الخبر اللي جاي اسمع ايات الشكر والتقدير لتحملكم الظروف الاقتصادية لان احنا بنتخذ خطوات جديدة نحو جمهورية جديدة فيه الاطار اللي معيد بيشكر فيه وبيتكلم عن التحديات والكلام ده فيه خبر بيتكلم عن انخفاض نمو الاقتصاد السعودية وتباطئ النمو المصري الحقيقة ان هم كانوا بيقولوا لنا ودكتور معيد كان بيقول لنا ان الامور هتبقى احسن مع راس الحكمة ومع قرد صندوق النقد الدولي والكلام ده كله لكن الحقيقة الوضع بيقول غير ده تعالوا نشوف مع بعض كده التقارير الاقتصادية والمختصين بيقولوا ايه على فكرة الانتعاشة الاقتصادية اللي حصلت والاستدامة بتاعتها خلاص يا جماعة اشيروا الخبر ده والاستدامة بتاعتها هتبقى لحد فين هنكمل مش هنكمل مستمرة طب ايه التوقعات تعالوا نشوف مع بعض فيه خضم النشوة بالحاوية الاقتصادية الجديدة ما هي احتمالات استدامة الانتعاش الاقتصادي في مصر في نهاية مارس الماضي مؤسسة فيتش سليوشنز للأبحاث خفضت توقعات نمو الانتاج الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 4.4% لـ 14.2% وكالب بلومبرج يوم 22 مارس الماضي قالت مصر سجل لها حافل بوعود الإصلاحات الاقتصادية اللي بيعقبها التراجع عنها مصر بتحصل جزء كبير من احتياطياتها من العملات الأجنبية من صدرات الطاقة عائدات السياحة ورسوم عبور قناة السويس والثلاثة نزلوا بيانات أوبك بتكشف انخفاض صدرات الخام المصري عن 2022 بنسبة 36% مجلة الإيكونومست بتقول يبدو أنه من غير المرجح أن تجتذب رأس الحكمة 8 مليون سائح كما وعد رئيس الوزراء المصري خاصة مع النظر إلى أن الدولة بأكملها لم تجذب سوى 14.9 مليون سائح العام الماضي إرادات قناة السويس وفقا لمحمد معيت نفسه في 17 أبريل الماء الجاري قال أنها تراجعت أكتر من 60% بسبب الظروف الإقليمية بلومبرج يوم 22 مارس اتكلمت على أن الصناعات المحلية بتعاني من نقص مزمن في الاستثمار وده بيتفاقم بسبب المنافسة غير العادلة مع كينات تابعة للدولة ولا سيما المرتبطة بالمؤسسة العسكرية كمان في شكوك حول مستقبل الاقتصاد بعد التدفقات المالية الأخيرة لأن السيسي وهو رجل عسكري محترف لن يغير كثيرا في سياسته الخارجية دي ايكونوميست يوم 28 مارس بتقول الكلام ده مصر عندها مستحقات 79 مليار دولار بنهاية 26 وهيكون فيه تباطق في أرباح مشروع رأس الحكمة وذلك بالنظر إلى سجل مصر فيما يتعلق بالمدن غير المكتملة فإحنا عندنا التوقعات والحاجات اللي محمد معيت بيقولها إنه يا جماعة إن شاء الله الخير جاي وإحنا بنشكركم وصبروا علينا شوية المؤشرات هوا أنا استعرضت مع حضراتكم إنها مش بتقول الكلام ده مش بتقول إن احنا الدفعة بتاعة رأس الحكمة هتقدر توقفنا على رجلينا بشكل كبير لكن المشكلة إن احنا عندنا مجموعة من الإخفاقات اللي بتقولك إن اللي بيدير المشهد حتى الفلوس دي مش هتساعده كتير تعالوا نشوف مجموعة من النماذج والأمثلة عن الفشل الإداري في الجوانب الاقتصادية واللي لا تبشر بخير شوف أسين أول حاجة إزالة جسر مروري بعد عامين من تطويره في الإسكندرية قالك بنعمل الطريق السريع بتاع القطر السريع فلازم نشيل الجسر العمرية بين اللي احنا صرفنا عليه قد كده عشان نعمل مرحلة تانية من القطر السريع اللي بنصرف عليه قد كده ففي حالة فشل في الإنفاق مفيش دراسة لأي حاجة كمان الإخفاق الحكومي أدى لانتكاس سلالات الماشية الأوروبية في البيئة المصرية بعد ما قالك هنجبها وهنلقح وهنعمل وهي دي اللي هتزود الإنتاج والجماعة قالوله يعمل اللي بتعمله غلط طلع غلط فعلا وبعدين كمان فشلنا في بيع محطات الكهرباء بتاعة العاصمة الإدارية ومحطة كمان بسبب أزمة الغاز والمفروض نبيعهم لأن سيمينز عملتهم والمفترض نسدد القرض وليلا سودة ساعتك بيقولك إنه فيه فشل في الإدارة وفشل في القرارات تفاصيل سريعة كده عن السطرين اللي قلناهم بص يا سيدي القطار السريع في مصر يدفع إلى إزالة جسر مروري بعد عامين من تطويره جسر العمرية هيشلوه بعد سنتين بس لأنه هم بيعملوا القطر السريع وموضوع السلالة الأوروبية الخبر اللي بعده إنه مربو الماشية تعرضوا لخسائر مالية ضخمة جدا نفقت 13 بقرة من سلالتاي سيمينتال وبراون سويس دات المنشأ السويسري في مزرعة مهندس زراعي وقالوا إن دي كانت مبادرة أطلقتها وزارة الزراعة لكن للأسف ما مشيتش بشكل كويس وده بيقولك إنه الحكومة بتاخد قرارات غلط الأستاذ عدل صبري في مقال اتكلم عن موضوع مصر تفشل في بيع محطات كهرباء بسبب أزمة الغاز وإنه كان المفترض إن إحنا نبيع المحطتين دول لكن للأسف إحنا مش عارفين نبيعهم